ما تخافش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة عندما يصبح المسؤول ملوش دعوة يبقى مين المسؤول والحياد والزائف إبراهيم أهلا بك يا باشوهندس أهلا بكم أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم حلقة الخميس النهاردة من ملك وكتابة رقمها تمنمية واحد وتسعين عبر تمنمية وتسعين حلقة من ملك وكتابة أعتقد عتدته على هذه الاستهلالة الفلسفية المنطقية الجامعة المانعة من المهندس عدلي عندما يصبح المسؤول غير مسؤول أرجو أن أنا أقول الكلام في عجالة لكل تفاصيل عندنا بإذن الله طب الأيام اللي فاتت دي أنا شفت العجب وإحنا بنتهيأ كلنا للتماسك نبز التعصب كلين رايحين في سكة حلوة ومصالحات هنا وهناك وبوادر روح رياضية عالية جدا ومسؤولين كبار سواء في الأندية أو في الهيئات بيبركوا وبيؤذروا وبيعيدوا هذا الكلام يأتي من يحرجك لأنه لما يطلع الكلام بالزبط كده عشان ما نوريبش يعني قضايا استهلكت وقضايا قديمة تصار الآن فيما يشبه الحملة عدم عدالة الدوري هو الأهلي لما بالعبشة الإسماعيلية المؤجلات نظام الدوري الجديد لازمته إيه ويصدر هذا الكلام للأسف من مسؤول وهنا أتحدث مش عن مسؤول بصفتي مسؤولا في نديئة ده مسؤول أمني كان ويعلم خبايا الأمور يقول لك هو الأهلي لما بالعبشة الإسماعيلية يقول له الأمن يقول له ما ليش دعوة ما ليش دعوة ما لم يلن له دعوة ده أنت المفروض ترد على كل الناس بصفتك شاهد وملم ومدرك ومسؤول أن يا جماعة ما تدخلوش الموضوع دي في قضية أهلي وعدالة ده مسألة قتلت بحسا وترد عليها مئة مرة وكنت أتوقع منه يقول أنا مسؤول وشاهد يتحاول أنه ما ليش دعوة وش معنى في ذات الوقت نجد انقضاد على فكرة المؤجلات مرة واحدة ومن ناس عاشوا سنين اللي فاتت كلها في ظل المؤجلات كانت تطول كل الأندية والأهلي طبعا لأنه اللي بيكمل كان أكتر نادي بتأجله ونفس النغمة فين العدالة اللي يلعب سبع مطشاط وبعدين شوف بقى الملح على الجرح اللي يكسب خمسة أهوم أنا يا كريم يا حسن يا شحاط اللي سقفنا لك لحيادك كتير ألاقي تخريج عبقرية هو البلدية اللي يعب كم ماتش ولا اللي يعب كم ماتش في الدوري وفين العدالة واستضيف مسؤول في البلدية كأني أريد أن يقول ما ياخدش المسابقة وياخدش العلاقة مع الآله وياخدش هذه المباراة تحديدا ويجد لها مبررا وكأن الحياد الأشاد نبيلي عبر سنين الماضية كان هو حياد نتيجة الزرف خلاف مع أشخاص مش حياد مبدئي مش ده مبدئي وتمسك بيه وتجد هذا الأمر متكرم من صفحات كلها لها نفس الانتماء ونفس التوجهات وكأننا مقبلون يا أستاذ إبراهيم على حملة وعدين يكلموك عن الروح الرياضية والشعللة ايه اللي بيشعلل هذه القضايا الجدالية الواضحة اللي نبتد نفجرها وكأن هناك محابالي الأهلي أنا فكرت كتير إحنا في موقف يعني هل مطلوب مننا أن نفرد في حق الأهلي عشان يبقى يعني تمام التمام وكويسين إحنا قلنا ما عدش يجيب سيرت التاني خلونا نعدي بقى في المرحلة دي وكل واحد ينشغل بناديه ويطلب لناديه اللي هو عايزه يعني أنا فهم أقول إيه والله أنا مش عارف إيه مش عاجبني أن أنا نروح في الأجواء دي فقول اللي أنت عايزه وطلب اللي أنت عايزه الزج بالأهلي وعدم العدالة هذا حق يراد به بطن لتكريس الفجوة الخلافية بين الأهلي والإسماعيل ولتكريس الشعور بعدم العدالة وهذا غير حقيقي لأن هم بيتعانوا في البطولات اللي خدوها زكاة البطولات اللي فاتت لا تشهد عدالة الله متى الثالث هنا الفتح دول كاسبان اتنين ودوري واثنين كاس والأهلي كاسبان دوري وكاس واثنين سوبر يعني يعني بتاخد بطولات هو في ظل الأجواء اللي أنت معترض عليها يومين الذي أدير بالورع والقلم أستاذ بريم أرجو أن احنا نرد على هذا الكلام وإحنا لا نثير هذه القضايا إلا لوقت هذا التوجه مبكرا ويرد علينا بالموضوعية اللي هننتحدث بها أرقام ضد أرقام وحقائق ضد حقائق لأن مش عايزين نلجع لأسلوب المزايدات بتاع الأول طيب دي كانت استهلالية جامعة لمضمون حلقة النهاردة اللي فيها الثلاث عنوين مهمة خد بالك يانج مش صغية